قدر الأبطال أي حد بيلعب في النادي الأهلي أي حد هيلعب إن شاء الله في النادي الأهلي لازم يعرف أنه عليه أنه يتعامل مع كل أنواع الضغوط المستمرة ضغط بدني ضغط فني والأهم ضغط جماهيري وراك واحد من أكبر جماهير الأندية على مستوى العالم مستني منك حتى وإنت في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف أنك أنت دايما تحقق المكسب وبتطلع من بطولة عشان تدخل بطولة وباستمرار ودايما مطلوب منك أنك تكسب بعد ما شاركنا في بطولة كاس العالم وبعد ما شاركنا في بطولة دوري الأبطال ومن قبلها كاس أمم أفريقيا وبطولة كاس العرب نفتح من جديد صفحة الدوري في استعداد أو في مرحلة تحضير واستعداد لمواجهة سانداونز في بطولة دوري الأبطال إزاي تشحن بطارياتك وإزاي تجدد دوافعك هيكون سؤال كبير مطالب أن مستر موسيماني يجاوب عليه وهنسأله للنجمنا وضفنا النهاردة طبعا كابتن محمود صالح اللي بيشرفنا في السادسة بس بداية نقول له مبروك البرونزية لأننا لم نرىه من ساعتها ونقول له أهلا وسهلا بك في السادسة على شاشة الأهلية كابتن الله يخليك سيد أحمد مبروك البرونزية مبروك لكل جمهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني متوقحة كنت متوقحة يعني عندنا أمل حققناها مرتين فطبيعة طموحنا يكون أكبر من التالت إن شاء الله بإذن الله بنقفل صفحة البطولات المجمعة سواء كاس عرب كاس أمم أفريقيا سواء كاس عالم أندية ونرجع مرة تانية للدوري بعدما رحنا سريعا كده للهلال السوداني بداية نرى في مستوى الأهلي الفترة الأخيرة عموما يعني تقييم مش بس في مطش الهلال عامل إزاي وإزاي نرجع مرة تانية نخش في بطولات محلية ونبدأ مطش المقصة يوم الثلاثة إن شاء الله طبيعا أي فريق بلاب على ابتولاب بي بقى حاطت هدف لي إنه يحققه بإذن الله وأعتقد في الفترة اللي فاتت دي الحمد لله النادي الأهلي كان موافق بشكل كبير جدا وأعتقد أعتقد يعني إنه تقريبا حقق كل الأمنية بتاعته وكل أهدافه يعني الحصول على بطولة أو المركز التالت في كاس العالمي الأندية الدوري ماشيين كويس البطولة الجديدة بتاعت أفريقيا التعادل قد يكون يعني مش هدف محطوط للنادي الأهلي مع الهلال السوداني إنما إلى حد ما مرضي إلى حد ما أنا شاهد بس برضو النادي الأهلي وخصوصا للعبية الدولية لابت البرات كتيرة يعني الحقيقة في فترات قصيرة جدا يعني تقريبا مع طبعا مع مستوى الكبير جدا والاحتكاك القوى والتنافس الكبير مع الفرق سواء على دوري أو أبطال العرب دوري أبطال العرب أو كأس كأس العرب بالضبط وطبعا كأس الأمم الأفريقية وبطولة العالمي الأندية وبطولة جديدة بتاعت أفريقيا يعني لو حسبنا اللعبة الدولية في الفترة دي نحن لعبين سبعة في كأس الأمم الأفريقية ثلاثة في بطولة كاس العالم لعبنا مباراة واحدة في البطولة الجديدة ممكن لعبنا أربعة تقريبا أو خمسة في بطولة كاسل أو بطولة العرب يعني يعني عدد المتوسط عدد المتوسط تقريبا ممكن بنلعب كل أربع مباراة أربع أيام مباراة قوية احتكاك قوي أعتقد فترة زغيرة ومتشط متكررة فترات قليلة فمجهود كبير أعتقد ده ممكن ده أنا أقول الكلام ده عشان كيكون أصر بشكلش الضغوط بقى آه الضغوط يعني بس الضغوط دي مستمرة كابتن محمود يعني أنت من هنا يعني أنا كنت لسه في حلقة مباراة بقول في بداية الحلقة أنك أنت تلعبين بتلعب موسم لسه مبتداش يعني شوف كل المطشاط اللي حاجة ذكرتها دي إحنا لسه في بداية الموسم بالنسبة لنادي الآن تلعبت مطش واحد بس فيه دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات لعبت سبع مطشاط من أصل 34 مباراة في الدوري لعبت ما لعبتش حاجة في كاس مصر الجديد ولسه فيه كاس مصر القديم مش عارفين إيه مصيره فأنت لسه رغم كل الإجهاد ده سؤالي بقى لحضرتك إزاي هتعامل المسلماني مع ده في الفترة اللي جاية وهل من الطبيعي أو من المنطقي أن نحن نشوف سياسة التدوير بقى لكم نتكلم عليه خصوصا أنه سكواد النادي الأهلي هو طبعا بالأمر بالنارين مطش المقص ده هو بروفة أخيرة قبل ما تروح لسانداونس فبالتالي حتجرب الأساسيين ولا ممكن نشوف تشكيل مختلف تماما عن لعبي الأهلي في كاس عالم الأندية ومطش الهلال السوداني في دوري الأبطال هو طبعا تخطيط البرنامج التدريبي لما بتعامل صح كويس وبرضه في نفس الوقت الشغل بقى اللي هو يعني ساونا تدليك اللي هو اللي بيعمل استشفاء للعبين ده يعني بيبقى لي دور كبير أو برضه أن اللعب يستعيد تاني ليقتل بدنية وفرموته الرئيسية ولكن برضه نحن نحن من ناحية البدنية ممكن تخطط لها وطيقة يعني التخطيط تقدر تنجح فيه ترامى حد يفهم كويس بيحط البرنامج التدريبي ومن ناحي بقى الجزء البدني والمهاري والجزء الخططي مع طبعا المباراة الرسمية اللي بلعبها والمباراة الودية اللي بلعبها الفريق نقدر نوصل لنتائج كويس إنما يعني ممكن قلت الكلام ده قبل كده مع حضرتك إنما الجانب بقى الدغوط النفسية والعصبية دي بيبقى صعب الرجل للحالة الطبيعية فدي هي اللي بتبقى عقبة شوية بتأثر وأنا بعتقد أنه مباراة الهلال دي يعني الدغوط المرت بها اللعيبة في المباراة والبطولات ودائما النادي الآن المضغوط محطوط في هدفه دائما حصول على البطولات قد يكون المركز التاني التالت اللي احنا حصلنا عليه في بطولة الكاس العالم الأندية ده طبعا مرضي بشكل كبير طبعا إنما في كل البطولات التانية لا انت المركز التاني بتنسبها لك خصار بالظبط مقبول فهي دايما النادي الآن اللي كده محطوط في الغوط دي أعتقد معالجتها بتاخد صعوبة شوية إنما في لعيبة بطبيعتها كل حاجة فيها فروق فردية بين اللعيبة في لعيبة تقدر تستعيد الغوط ودايما يعني كل مرحلة بتنتهي بتقدر خلاص تنساها وبتحاول يعني فريش للماء دخل على البطولة الجديدة بشكل كويس فريش وجهز من ناحية النفسية والزهنية إنما في لعيبة برضو تبقى مؤثرة عليهم شوية برضو ما تنساش برضو فسط البطولات القوية المتتالية للعيبة خصوصا لعبة للعيبة للدوليين في إصابات وفي إجهاد وفي في لعيبة قد يعني ممكن ما شاركتش مع المنتخب بشكل كويس ممكن تكون متأثرة نفسيا مع النادي فترات على المستوى البطولات يعني هي إجمالا في لعيبة مضغوطة من اللعب وفي لعيبة حتى اللي هي ما بتلعبش بشكل منتظم برضو بتبقى محتوطة تحت ضغط أنه عايز يلعب فدي يعني قد يكون اللي ما بلعبش ده مضغوط أكتر من اللي بالشرك في المباراة من ناحية ضغوط عليهم ضغوط نفسية أو عصبية أو زهنية بالزبط فتبقى مشكلة يعني ده قدرنا أنا بعتقد ده كله صب في مباراة الهلال يعني الأداء ممكن يكون متوسط أقل متوسط يعني ده نتيجة طبعية للفترة الماضية أنا بعتقد إن شاء الله نادي الأهل يقدر يستنغال باستثناء مرحلة معسكر منتخب مصر والسنغال وأنا هجل حضرتك في مواجهة مصر والسنغال اللي عايز أتكلم معاك شوية ويأخذ رأيك في كذا نقطة بس باستثناء الفترة دي بداية من المعسكر وصولا لإن شاء الله بعد العودة من مطش دكار الأهل يلعب كل أسبوع مطشين يعني أنت هتمشي كده ثلاث دوري محلي جمعة أو سبت بطولة أفريقيا لغاية لما يبتدي منتخب معسكره ويلجأ للسياسة التدوير بشكل كبير ولا هيحافظ على قوام الأهلي الأساسي لأنه برضو ده لنقطة سلبية جمهور أهلي بيسأل في أوقات كتيرة جدا دين جوم كتير جدا موجود على الدكة ما بنشوف هاش حتى لما الأهلي تعرض لغيابات نتيجة مشاركة دوليين نتيجة غياب لعبين للإصابة حتى النجوم دي مشوف نهاش برضو فهو السؤال إمتى ممكن النجوم دي يكون لها دور وإيه اللي مطلوب من الجهاز الفني وإيه اللي مطلوب من اللعيبة نفسها طبعا دور الجهاز الفني نوع زي ما قلنا في البداية فيه تخطيط موسم كله قد يكون نحن عندنا في أفريقيا أو الدوري العام مش ومفيش انتظام في الجدول كل ما كان فيه انتظام في الجدول بيقدر الجهاز الفني بأكماله يعني إنه يقدر يحط تخطيط كويس ويحط البرنامج بالزبط ويقدر يمش عليه نهاية الموسم أفهم من كام حقيقة إنه مفيش جهاز فني بيخطط للموسم بالكامل في مصر عندنا لأ صعب جدا صعب تبقى هحط التخطيط نحن مفيش تخطيط عن ننا في مصر هي مسابقة من الموسم اللي فات لسه ما خلصتش الغد ونتمنى الجهاز الجديد بقياد الاتحاد الجديد مهم صعب نتمنى إن شاء الله مع أستاذ جمال علامة ومع خالد درندالي نائب الرئيس وقبئة الأعضاء الحقيقة أتمنى إن شاء الله بإذن الله بس على الفكرة أحيانا بدنا نعترض بمبارات حتى على المستوى الأفريقية برضو الجدول نبقاش منتظم يعني ساعات بتأخروا جدا مش مع بداية الموسم مع قرب بطولة مثلا الأندية بتاعة دول الأبطال مثلا يحطوا الجداول بتبقى متأخرة برضو زائد تفضل لا فهي مش نحن بس أحيانا بتبقى المبارات الدولية سواء على مستوى الأندية أو المنتخب هي اللي بتعمل برضو يعني مشكلة في عدم عدم التخطيط وصلت إنتحاد الأفريقية وصلت للفيف وإحنا عنينا مانا طبعا وحطونا بطلطين مع بالزرط والله الزلم فيها طبعا أهم لعبة شعبية على مستوى العالم بتضار بشكل كبير جدا من العشوائي أخذ حضرتك لمطش المقصة أخذ حضرتك الأول لمسابقة الدولي يمكن يعقب لما أدخل في المقصة شايف شكل الدولي السنة مختلف إزاي وشايف المنافسة على القمة هتكون إزاي يعني أعتقد زي السنوات الفات التقريب من الأهل والزمالك وبيرامنس يعني الغد دلوقتي فيه فاركو بمثل برضو الحصان الأسود لحد المرحلة دائدة أعتقد الخامس فاركو بعد سموحة سموحة الرابعة وفاركو الخامس إنما أعتقد هم التلاتة دول في النهاية هم اللي حتنفسوا على الحصوة من المفجأة بالنسبة لكابتن محمود صالح في الدول الإسماعيلي الإسماعيلي مفجأة سيئة سلبية إسماعيلي عنده نقطتين بس قبل الأخير أعتقد يعني وشاهدنا الجيل بتاع نهاية الستينات والبطولة اللي حصل على بطولة أول نهاية يحصل على بطولة أفريقيا بالزبط 69 أعتقد 69 المباركة في يناير أعتقد مش عاب متذكر كام يناير 70 هي بطولة يعني تلعبت المباركة مع بدات سنة 70 اللي استادت ماله كان يوم تاريخي طيب هارجع لذكريتك مع الإسماعيلي لأن الحقيقة نفسنا الإسماعيلي يرجع مرة تانية بس سمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمينا لنهارد كابتن محمود صالح مرة تانية أهلا وسهلا بحضرتكم وقبل الفاصل كنت بس أل كابتن محمود على مفاجأة اللي لفتت نظر في الدور فاختار الإسماعيلي وفاجأة طبعا مش يعني ما نفرح لأن الحقيقة الإسماعيلي طول عمره فريق كبير ومن الفرق ومن المدالس الكرة اللي بتمتعك يعني أنت تحب الكرة كرياضة بعيدا عن الانتماء والتعصب لأي نادي أنت بتحبه تحب تتفرج على كورة الدرويش لأن الحقيقة على مدار أجيال كتيرة ونممكن أول فريق بطولة أفريقيا لمصر في دور الأبطور الإسماعيلي كان داعم للمنتخب بشكل كبير نجوم كبارا يعني مثلوا مصر وكانوا لهم دور كبير أو مع من مصر طبعا كابتن عبدالس حازم رومي بالزبط عماد سليمان الأجيال بتاعتنا الكابتن حسن مختار الله أرحمه آسف يعني طبعا مش حضر رسل كل الأسماء إنما أحمد العجوز طبعا بالزبط خالد الأماش كل دي اللعيب على مستوى الدول بشكل جيد وكان لهم دور فعلا مع منتخب مصر إنما إحنا المشكلة برضو يقدر بس لأنه موقفه صعب قوي رغم أننا في بداية الموسم يقدر الإسماعيلي نحن نتكلم على يعني يقدر خد بالك أنه كان قريب أو السنة الفتت برضو كابتن محمود لولا الفترة التي تولى فيها كابتن إهاب جلال المسئولية قدر يعني يعدي بالفرقة من الموسم الصعب بالزبط كليدور كبير يعني يبدو أن المعاناة مستمر نحن لعب ما تسع أسابيع أو تسع مباريات لو حسبناهم كده بسرعة يعني يمثلوا 25 27 في المائة من المباريات كل فرقة بتلعب 34 مباراة يعني تقريبا كل مباراة تبقى 3% كده تقريبا يعني بحاول حسابيا كده يعني 27 في المائة من المباراة فعنده فرصة فيه 3 تربع الدوري لسه محقق ولا فوز محقق ولا فوز خسل 6 مطشاط وتعدل 3 مطشاط بالزبط بس برضو الأندية اللي هي هحسبها من الرابع من أسفل يعني قول الثلاثة دول مهددين نقول يعني معاني لسه بدري طبعا إسترن كامباني والإسماعيل وطلع الجيش 3 نقص 6 أو 3 2 إسترن و3 الإسماعيل و6 طلع الجيش بعدهم فيه 7 8 قريبة يعني هي المباراة ممكن تخليه يخلو برا الثلاثة المهدد بالهبوط بس طبعا هو وقت بدري لسه بدري طيب المفاجأة الصارة يعني الفرقة اللي ما كانتش على البال أو الحصان اللي سود زي ما بيقولوا كده لغاية دلوقت يعني فارقه فارقه الخامس معجب أنت بتجربة مجد عبدالعوخ كويس جدا يعني كان صعب بأسوان والحيوة عمل نتاج كويسة معهم صعب بفارقه ويقدي بشكل كويس رغم أن بدايته كانت متعسرة بتقريب فارقه يعني في الأول تكعمل كده 3-4 مطشاط لغاية لما ابتدى يقوم ويعمل مطشاط حلوة مع فرق كبيرة يعني هو جاب مجموعة كبيرة يعني أعتقد 20-22 لاعب يوم دي الموضة دلوقت يا كابتن محمود يعني أنت دلوقتي تقريبا لو بسيت على آخر موسمين أو 3 مواسم هتلاقي كل الفرق اللي بتطلع ممتاز بتروح شارية فرقة جديدة حصل على مستوى سيراميكا حصل على مستوى البنك الأهلي لما طلع حصل على مستوى إسترن كامباني فاركو فيوتشر كل دول شاره فرقة تقريبا كاملة طبعا أمكاناتهم المادية بس دي مسببالنا احنا مشكلة يعني يعني كداوي يعني ممكن بعد فترة تلاقي الأندية اللي هي ذات الشعبية ممكن تختفي يعني في المنصورة يسه ممكن تختفي ما اختفت خلاص جوز كبير طبعا جوز كبير طبعا تلسانة تلسانة كانتالت فرقة بعد أهلي والزمالك ستة كاس بالزبط وأكبر نجوم كرة مصرية طبعا نازل نذكرهم بكل الخير طبعا كابتن مصطفى رياض ومرحمة كابتن شزلي وكابتن الخليلي أسان كتير وكابتن محمود حسن كابتن حسن عالي في حص المرمى انت تقريبا تقريبا يعني باستثناء الأهلي والزمالك مصري اتحاد إسماعيلي مقاولين تقريبا كل الفرقة من 10 و 15 سنة كانتش موجودة في الدول بزبط وأي فرقة منكم تكون مهددة في البقاء وأي فرقة منكم فعلا يعني خد عندك منصورة خد عندك القنال أولمبي حتى في أنداف الصعيد صعب يعني المينيا كان لها دور كبير وجابت لعيبة على المستوى الدولي يعني سبيل المثال حمد صدق وشام عبد الرسول وشام عبد الرسول فأنا قلت الكلام ده برضو قبل كده في برنامج يعني مهم جدا لازم الدولة تدعم لأنداة الشعبية اعتقد دي ستبقى صالحة الكرة في شكل كبير لأن ضد الهيئات في الشركات الكبيرة والهيئات طبعا تنافس الإمكانات المادية فيه تجاوزات كبيرة أو فيه فروق كبيرة جدا مش هتقدر تقاوم انت مش هتقدر تنافس الأندية اللي هي عندها إمكانات مادية كان مفترض يعني طبعا أنا بشوف طبعا مهما كانت الإمكانات المادية عظيمة ما تعملش فريق يحق بطولات ومش عرف تتفق طبعا لو ما فيش دايما وخد بالك الكرة ما لهاش متعم غير جمهور اللعيب لما بيلعب وهو حاسس أنه فيه جمهور وراسنده وجمهور جاي يتفرج عليه وجمهور بيشجعه غير ما بيلقايب بيلعب وعارف أنه دائما دافع لي وده جزء كبير من نجاح منظومة النادي الأهلي يعني الجماهير العظيمة دي أهم حاجة أهم شيء كوليس ما قول قبل وحك تشرفنا أنه بجد جمهور الأهلي هو نمر واحد طبعا أنا عايز أقول حاجة بس أريد أن أقولها خلانا أقول بس رقم واحد يعني أكثر شيء يعني بيدعم اللاعبين في الملعب هو جمهور جمهور أهل آه فيه إدارة بتخطط وفيه جهاز فني بيحط برنامج ويتابع ويقال ليه دور بس أنا شايف يعني العمل الأساسي في نجاح النادي أهلي رقم واحد هو الجماهير طبعا وعلى النادي أهلي مميز على مستوى العم يعني كلنا نعافل النقطة دي مسسنا أذكرها يعني إنما كل الناس عارفها النادي أهلي في كل حتة يعني أيو الحي داخل المدينة ودول بيشجعوا الفرقة بتاعته المدينة تشجع الفرقة Right أه إنما النادي أهلي يعني في كل حتة في العالم كل حتة على الأهلي في مصر بس ده ما فيش طبعا نقطة لازم تتحط في الاعتبار أنه أنا لما أساعد معرفش مين اللي يساعد. هل الرجال الأعمال والمستثمرين اللي بيصرفوا على أندية الشركات يفكر يخدوا التجربة بشكل مباشر مع نادي جماهيري. فلما يبقى عنده الظاهير جماهيري يضمن أنه التجربة ممكن تنجح يوصل لحاجة. ولا الدولة تقوم بدا. ولا الأندية نفسها تحاول تشوف مخرج من الأزمة أو الأزمات المستمرة اللي عانت منها على مدار سنين طويلة وتخرج نفسها. المحلة بيرجع تاني. تالي تجربة المحلة يعني تستحق أن نحن نبص لها بعين العتبارات. مهم من الاستمرارية. مهم من الاستمرارية. ويقدر يبقى في الجزء القرائب من التنافس بعد كده ينافس. ما يبقى ش يتراجع بعد كده. فهي دي بالاستمرارية مشكلة. كان منتظر بقى كابتر محمود أنه يعني من النتاج المترتبة على أنه لما المسابقة يدخل فيها دم جديد. ويبقى القدرات التنقل. خد بالك أنه برضو لغاية فترات قرائب. مش بعيدة قوي. كان الأندية الكبيرة بس هي لقدرة تمول وتصرف. ويبقى عندها ميزانية تصرف بها عن نشاط الرياضي. زي الأهلي. زي الزمالك. زي بعض الأندية يعني المعدودة على أصابها. مش هنقدر نجيب حد بقى غير ما يكون طبع هيئة أو شيركة. السؤال بقى. لما دخلت الاستثمارات دي والفرق بقى تصرف الأرقام دي كان متوقع على مستوى اللاعب. سباك من الأندية بقى. يحصل طفرة. يبقى عندي قدرة أن أنا أكتشف وطلع وصدر وطلع من تحت. واكتشف مواهب تاني. المشكلة الخاصة بالتمويل تحلت. لكن دا ما حصلش. يعني ما بص الخارط الدوري هي نفس اللعيبة دي اللي بتمشي من نادي دا لما بيهبط. فتروح النادي دا اللي طلع الممتاز. وتلف من هنا. تلعب هنا. فتلاقي العيب مثلا في مشواره لعب العشر أندية. لكن ما حسناش إنه في ناتج أو مردودة على مستوى المواهب الجديدة. خلالي نقول هي البنية التحتية للرياضة بشكل عام مش موجودة. النهاردة أنت عندك كم ملعب قانوني صالح للعب على مستوى مصر. أنا ما عنديش حاصل. بس أنا فاجر كده 26 حاجة زي كده. ممكن تكون زادت مع النشاط الوزير الشباب. أختلف معك يا كابتب محمول حتا دي. أفريقيا ما عندهش بنية تحتها أساسة. ومع ذلك عندها قدرة على تصدير مواهب لأوروبا أضعاف 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 اللي احنا صدرناه على مدارة التاريخ كل. قد يكون هم مميزين في حاجة. أقول لحضرك حاجة. النحية البدنية عندهم متفوقة علينا. يعني القوة السرعة. دون حاجات ورصية بقى جينات ورصية. الشيء الثاني الموضوع ده منظم. هم الأندية عاملة هناك مدارس كورة. وعملة أكاديميات. وعندهم ناس متخصصين. وبفهمه كويس. وديش يغلطهم ومحترفين. بقدروا يستقطبوا أو يكتشفوا العناصر الزغيرة من السن الزغير. ويخدوها ويسخلوها بره. ممكن بتقعد مرحلة معهم شوية. يبدأ تلات عشر عشر. مش هيخدوا طفل يعني. ويعني في مشكلة من ناحية القوانين والحاجات. قوانين بالزبط والأسرة والالترابط الأسري. وللللللت طفل يبعد. ده هتبقى من ناحية النفسية. هم بنظمينها كويس. بيكتشفوا منتشرين وبيكتشفوا وعندهم هم في كل بلد وكل قرية واحد موجود وبيكتشف من بدر بيكتشف ويسقلوه ويهتموا به يعني العناصر الممازل المهوبة فيها اكتشاف طب وإحنا ما عندناش قدرة أنا هنا مش احتاج أوروبي إحنا ما عندناش قدرة على اكتشاف مواهب في مصر في بلدنا ولد فيها مئة مليون ما عندناش قدرة أن احنا نطلع زي محمد صلاح ده عشر عشرين لعب يلعب ما هي فيه عوامل بقى القدرة الرجل الخبرة اللي عنده امكانات إذا اكتشف اللاعب المهوب مبكرا كل ما اكتشافته مبكرا كل بدلا ما يعد تلات سنين قبل الاحتراف لا ممكن يعود له عشر سنوات تدريب جيد وبرامج تدريبية جيدة يقدر يطور عما يوصل تمنتاشر تلاقي يوصل مقترب من القمة فدي تفرق هم في أفريقيا بيعملوا كده بينظموها من بدل واكتشفوه من بدري احنا هنا الموضوع انا بعتقد ما فيش ناس عندها الخبرة انا مش شايف لان ما بيجيب واحد خبيب برضه بيقودوا للموضوع كل واحد بياخد جزء كده من الدولة دي او جزء من الاندية وهو بيتابعهم يتابع هنا ويتابع هنا ويتابع هنا العملها منظمة انما عندنا مش منظمة يعني انا شايف يعني فيها عشوائية كتير انما نتمنى عدد يعني ديج على المستوى لأ المراحل الأكبر انت عندك كم لعيف مقايد في الاتحاد ما عمش تلتمائة ألف حاجة زي كده تقريبا يعني كان في حد واحد عمل دراسة انا فاكر من عشرين سنة على سبيل المثال المانيا المقايدين في الاتحاد خمسة مليون لعب فانت القاعدة القاعدة العريض طبعا الممارسة الممارسة عايزة أندي ملاعب وعايزة ناس متخصصة وفاهمة انا بعتقد يعني يعني حاجة جات في زي هنا دلوقتي المرحلة الزغيرة دي مش محتاجة بقى الكابتن النجم الكبير اللي هو يعني اللي هو المدير الفني وهو اللي يبقى مدارب دي محتاجة ناحية علمية محتاجة للناس المتخصصة اساسة التربية الرضي اللي احنا ما نسفتش منهم خالص هما اللي ينظموا المرحلة في السن الزغير هما اللي يحطوا البرامج يعني دول هما الأقدر ان يحطوا البرامج بعد كده لما اللعب يعد بشكل كويس مهريا يعني وفنيا يعني من ناحية البدنية ويبتدي يعني يسقل ويبتدي أعداد جيد اه ممكن ان لو عنده خبرة مع الجانب العلمي يقدر يطلع نجوم كبار زي محمد صلاح اه محمد صلاح الفطرة بس برضو لو وجدت صلاح وكان في المولين وبرضو هو ما بقاش في القمة غير ما عد على ثلاثة أربع أندية يعني بازل في سويسرا وبعد كده روما وبعد فيرونتينا وبعدين روما وتجربة مش نكحة في تشيلسي وبعد كده ابتدأ يعني لا انا اصد اقول انه الخامة تسمح ليك بانك توصل بيها لكده هي الخامة موجودة في اي حتة في العالم بس مهم انك تلاقي ممارسة وتتعد بقى بالطريقة والبرنامج عداد محترم بحيث انك تقدر تفتح ليه الباب انه يسافر ويفتح سوء برا بس هي نقطة مهمة لنا يعني قلتها في الحديثي موضوع الناحية العلمية ده اللي اقدر بيها في السن الزغير بتقعوا المتخصصين بتقعوا تربية هاي هابقى فاهم يعلم المهارة ازاي والخطوات والمراحل وا 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 يحطوا له برنامج مناسب لسنه مايعدش بقى له الولد يلعب طوله النهار وبدي تأثر عليه وتبقى لها تأسير يعني دي نقطة مهمة جدا يبقى احنا الخبرة مع العلم لو قدرنا نتحد ونبقى روحنا كويسة مع بعض ونتعاون في الاندية وفي الاتحادات هيبقى فيه منتج هايل هايل ما انا بقول كده لانا حاسبية لانا بنتمي انا بنتمي للجزئين للناحيتين او الاتجاهين لللعب للعب واللي عنده خبرة والناحية العلمية والناحية العلمية الكلام في الدوري خدنا يهمني يكلمك شوية على منتخب مصر عشان عندنا مطشين صعبين جدا جدا بداية تقييمك لتجربة كارلوس كيروش مع المنتخب المصري تجربة تقدر تقول عليها اكتملت وتقدر تحاسب الراجل على اللي جاي ولا مازالت تجربة منقوصة لا اعتبر نجح احنا وصلنا في فينال وكنا يعني قابقى وسيني يعني او ادنى طبعا لو كان مصر كسب تكسق أم أفريق كان الراجل ده يعني كانت بقى في حتة تانية صح؟ الظبط اصرف النظر عن طبعا عن بصمته على المنتخد لأ بصمته هيلة بصمته هيلة وعلى فكرة احنا واجهة نظري من البداية ان هو يعني ان شاء الله حينجح مش بقى بتدعي ان انا يعني فاهم بس انا كنت متوقع ايه الاختلاف بين مواجهة السنغال اللي جاي اول واحدة في القاهرة ومواجهة السنغال اللي لعبناها في النهاية افريقيا في الكاميرا هم فرصتهم احسن هم فرصتهم احسن مرات العودة ما تبقى على ملعبك انت عارف النتيجة اللي هتكسبك انا خسرت واحد يبقى لازم اكسب اثنين اثنين واحد خسرت اثنين واحد اجيب جون اكسب فتبقى الهدف ما يكون محدد بالنسبة له انما انت بتلعب ايه الهدف اه عايز تكسب بس مش محدد ايه سكور واحد يعني ايه 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 نجيب اربعة ونقر لا وبعد ايه نجيب اربعة وخمسة وعلى كده انا مش مهم نروح منك بقى نعمل ايه ياريت ياريت صعب ومعاين انت ما بكون عندك التكتيك الدفاعي في المباراة الاولى هتلعب خارج ملعبك التكتيك الدفاع اسحل هو انت سؤال هنا انت هتلعب جيم ازاي مع السنغال قبل ما كلمك في الاسماء والاختيارات والطريقة انت هتلعب يعني انت الهدف واضح انك لازم تكسب هنا بصرف النظر عن تكسب كام هتلعب جيم مفتوح قدام السنغال ولا هتلعب جيم فيه تحفز وفيه دفاع يعني تلعبهم ازاي هي سر الكرة في التحول ده من الهجوم للدفاع لازم يتمي بسرعة انت يعني الرتمي لازم يكون سريع في المباراة دي ويعني انت لو بتهاجم ورتداد بطيق شوية هتلاقي في الجمالات الممتدة بالنسبة لك صعب لو انت من الدفاع للهجوم وهجومك بطيق برضو بعض الشيء فدي برضو مش هتخليك تقلق تستغل المساحات هي سر الكرة من الدفاع للهجوم للهجوم اللي بيقدر يعمل بشكل كويس وتكتيك مضبوط منضبط يتحول بسرعة بتكتيك منضبط اعتقد دي سمة الفرق الكبيرة انت بتشوف حتى في الدول صراح بيرجع يدافع ومانيه بيرجع يدافع اذا كان كده احنا عايزين لسه شغل كتير يا كابتن محمود اطبع احنا عندنا بطقي شديد جدا في الكراب طبع هو ما فيش شك كأفراد هم متفوقين علينا بس انا اللي يحسب لكروش اذا كنت بنطل اسم كده كويس مظبوط النتاج اللي وصلها اكتر من امكانيات خلينا نقول كده اعلى من امكانياتنا يقدر يخش مرحلة يقدر فيها نجاح يعني احنا بند ستة هو دخل في السبع في التمانية كمستوى لو قلنا من عشر من المجوه اللي حدارك شفتها لفتت نظرك في الفترة الاخيرة مكادش موجودة في تشكية مصر في قومة افريقيا تستحق التواجد في معسكر المنتخب قبل مواجهة السنغير وكادت موجودة في الفترة الفترة مكادش موجودة مع المنتخب في طولة افريقيا يعني وجوه جديدة تستحق مستوىات اللي قدمتها اعتقد كل الناس بتتطفق ان احمد عبدالقادر انا شايف وحصة العفة في مصر تمام يعني ده على القمة واعتقد مش يبقى ضمن المجموعة او الاسماء المختارة انا بعتقد يقضيه دور اساسي تمام هو عنده مساحة كبيرة قوي هو بس ياخد السقة كمان في اللعب هيروح في حتة تانية اعتقد يعني انا عزيو موجود في الاهل بس اعتقد قريب جدا هيحترف عنديها كبيرة في قرب ان شاء الله يعني رباني يكرمه يمتعن وصرحنا وصرحنا وبعد كده ما حاجب لنا الباك اليمين والمساك اللي لفتوا نظرك في فرق الدوري عموما يعني او في الاهلي خصوصا وترشحهم يكونوا موجودين مع عمر كمال عبدالوحق او يعني مع عمر عكمال في اليمين ومع الوينش ومنتخب انت عندك حجازة واكرم مش موجودين في المطاشين اللي جايين ما عراش ممكن دائما اللعب اللي بيلعب كان بيلعب في مركز معين بيبقى عنده دقيق او بقى في التقييم وبتاع انا مش سهولة لتسردباكي يعني ابقى مقتنع به لان ده مكاني وعني عندي خيبرة في بس هو الوينش الحقيقة يعني طبعا مفيش شك ومحمد عبدالمنعم انطلاقة يعني سريعا جدا الدويتو اللي بيطمنك دوقتي في الاهلي الاثنين القلب بالدفاع والاثنين مسكين صعب اقول هدي معلش ممكن يبقى من دويتو يعني حتة التفاهم بين قلبات الدفاع دي في منتغة الامية في اوقات بنشوف ياسر مع بدر كان ياسر بدر مع ايمن اشرف دلوقتي بنشوف عبدالمنعم مع ياسر شفنا ياسر وربيعة دويتو كان هاي لاخترت في التقويت الحالي حيبقى بدر مع محمد عبدالمن بدر مع محمد عبدالمن بشكر حالك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا كافر محمود ناس عد بيك دايما بتصديق شكرا وكل التوفيل الاهن ان شاء الله في مطش اللي جاي مع المقصة بالتأكيد بكرة التمرين الفريق يرجع للتمرين والتدريب مرة ثانية وانتبع مع حضراتكم تحضيرات والسعادات الفريق والجهاز الفني لمواجهة المقصة وكله في سبيل وصول طبعا للمطش المهم ما نعرف الاهلوية كلهم مستنين مطش السبت اللي جاي قدام سانداونز بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل بكرة ان شاء الله في السادسة على شاشة الاهل